هو الواجب على الست ترع أمها ولا حمتها علما بأن زوجي يأمرني بعدم الذهاب لأمي في وجود حماتي وأمي مريضة وتعيش وحدها أما حماتي فصحتها جيدة ويعنفني أمامها بسبب ذهابي لأمي ويطلب مني أن أستعين بأختي البعيدة في السكن فما رأيي في هذا أنا بسمع البرنامج وأرجو الرب في الحلقة القادمة ده يعني زوج غلط ولا ما غلطش أنت اللي تحسي لكن أنا حقول كلمتين مالهمش ثالث كلمتين مالهمش ثالث ما هي الوسطية ما هي الوسطية هي العدل الوسطية هي العدل كنتم خيرة أمة وسطة وأنتم بتعدله قال أوسطهم في القصة بتاعت الحديقة اللي كلكوا عارفين اللي منعوا الفؤر يخشوا كده لما تحرقت قال أوسطهم في ناس فاكرة أوسطهم يعني اتنين أكبر منه واتنين أصغر منه لا قال أعدلهم أما أقول عكس البخل البخل واحد يقول لي الكرم أقول له لأ عكس البخل الإصراف عكس عكس الجبن تقول لي الشجاعة أقول لأ عكس الجبن التهور يبقى الإصراف والبخل في وسطهم الكرم التهور والجبن في وسطهم الشجاعة الفضيلة وسط بين الرضيلتين أنا بكلم الزوج حداري إنك تاخد جانب وبعين في الآخر تندم يوم الإيامة الرسول العرس والسلام لما قال مين اللي حيقعد جنبي يوم الإيامة مين أحاسنكم أخلاقا تخيل أنت دخلت الجنة خلاص لأنك بتصلي وبتصوم وحجيت وبتزكي وعملت كل حاجة لكن مين اللي حيقعد جنبي الرسول أحاسنكم أخلاقا وفيه اتنين تانيين هنبقى نتكلم عنهم بعدين الذين يقلفون وقلفون الموطئون أكنافا يعني مش متكبرين بس أولهم أحاسنكم أخلاقا هل من الأخلاق أن نمنع بنت عن أمها هنفترض أمها صعيتها كويسة وأن الزوجة ما بتقولش الحقيقة بتقول هي عين وهمش دي أمها دي أمها هتخدم حمدها وتخدم أمها والعدل أيها الزوج العدل وهي الوسطية الواحد يكون وسط في كل تصرفاته فأنا طبعا صاحبة الرسالة شكلها مأهور وشكرا للمشاهدين وشكرا للمشاهدين